ساركيس نيزار محلل الأسواق العالمية في إيكوتي جروب ساركيس أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CMT عربية بما أنه نهيت الآن مع النفط نظرتكم لهذه التراجعات التي نشهدها على أسعار النفط إلى أي مدى ستستمر معنا هل ترون فرصة؟ في الحقيقة الانخفاض الذي يحصل في أسعار النفط حاليا يعتبر تصحيحي قبل انتهاء تسليم العقود المستقبلية الحالية ويوم أمس إدارة مقلومات الطاقة الأمريكية أظهرت ارتفاع المخزون بأكثر مما كان متوقع بأربع ملايين انخفاض فيها وهذا اندل على شيء خصوصا وأن المصافي تعمل قرابة كامل طاقة الانتاجية بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة وفي عديد من الدول في العالم أخذ بالتعافي بل أن التوقعات تشير إلى أن عام 2022 قد نشهد تعافي تام بالطاقة على النفط حتى يعود لطلبه العالمي لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا بالتالي أرى بأن التصيحات الهابطة الحالية تعتبر مؤقتة خصوصا مع استمرار أزمة اختناق سلاسل التوريد فلم يتم إيجاد حلول جذرية لها ومع الاستمرار في التعافي الاقتصادي العالمي فأتوقع أن يرتفع بالفعل الطلب العالمي وبحسب أوبيك أنه متوقع العام المقبل نشهد متوسط طلب عالمي يومي 100.8 مليون برميل وبالتالي احتمالات عودة الأسعار فوق 85 متاحة لكن بعد انتهاء التصيح الحالي الذي أعتقده قصير الأمد بل ربما سنشهد بحسب جولبان ساكس أيضا توقعات لأن نشهد أسعار النفط فوق 90 دولار خلال الأشهر المقبلة وهذا بالفعل بحسب المعطيات والمتغيرات الحالية الأساسية يبدو أمر متاح بالنسبة لأسعار النفط اليوم لدينا أيضا اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يبقى البنك المركزي الأوروبي من البنوك المركزية الأكثر تساهلا يعني ما بين البنوك المركزية حول العالم في الوقت الذي نشهد فيه كل البنوك المركزية تتحول نحو سياسة أكثر تشددا بسبب ارتفاعات التضخم البنك المركزي الأوروبي لا يسير إلى الآن بشكل مكثف على هذا النحو ما الذي تتوقعونه من اجتماع اليوم هل تتوقعون نبرة أكثر تشددا من كريستين لاغارد باعتقاد البنك المركزي الأوروبي سيشير إلى ارتفاعات التضخم حتما وهذا ما ستترابعه الأسواق المالية اليوم لأنه قد تكون أهم النقاط التي سيتطرق لها البنك المركزي الأوروبي هي نقطة التضخم أما بالنسبة لسياسات البنك النقدية فلا أعتقد بأي حال من الأحوال سنشهد تعديلات كبيرة فيها بل أني أتوقع أن أسعار الفائدة تبقى منخفضة قرب الصفر بالمئة حتى نهاية 2023 ما لم تحصلت فعليا متغيرات تغير هذه النظرة أعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي سيشير إلى أن المخاطر الاقتصادية ما زالت موجودة لكن أيضا سنتابع أي تصريحات وتوجهات لرقابة التضخم رغم أني لا أعتقد بأن المركز الأوروبي سيتخذ إجراءات حقيقية للحد من ارتفاع التضخم الذي صعد أعلى من 3% لأول مرة منذ سنوات والبنك المركزي الأوروبي يريد التضخم عند 2% لكن اللهجة التي سنراقبها هي توقعات البنك هل يرى بأن التضخم سيستمر لفترات طويلة أم أنه سيبقى لفترة وجيزة ويعود للانخفاض لاحقا وهذا فعلا ما أتوقع أن يشير المركز الأوروبي كريسين لغارد أن تشير إلى أن التضخم قد لا يبقى لفترة طويلة جدا رغم عدم استبعاد أن يبقى التضخم لحدة أشهر مرتفعة يعني على كل سلكيز ملف التضخم هو نعم يعني ملف التضخم هو ملف أيضا يؤثر على المستفر في أسواق الأسهم لو تحدثنا عن الأسهم الأمريكية شهدنا موسم إعلان الشركات عن نتائجها و85% من الشركات التي أعلنت فاقت التوقعات ولكن السؤالي بما نعم تتحدث عن التضخم هل ترى بأن المستثمر اليوم في سوق الأسهم سعر بأن التضخم مؤقت أو يعني ما يعرف بالترانزيتوري أو أنه متضخم هيكلي وقد يدوم معنا لفترة أطول الأسواق المالية حاليا سلمت بارتفاع معدلات التضخم ويبدو أن المستثمرين يتوجهون إلى أسواق الأسهم كواحد من الأغطية التي يتم استخدامها لحماية النقد هذا أمر غير معتد فاعتدنا سابقا أو بحسب أصول الاقتصاد أن يكون التضخم المرتفع مضر بأسواق الأسهم لأنه يتسبب برفع أسعار الفائدة لكن حاليا عندما ننظر من حولنا إلى الذهاب عندما ننظر أيضا إلى عوائد السندات أغلب الاستثمارات الثابتة العائد والتي يفترض أن تكون كحماية من التضخم مستويات العائد عليها أقل كثيرا من التضخم في الولايات المتحدة البالي 5.4% بحسب مؤشر أسعار المشتهلكين وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الأسهم نفسها تعتبر أحد الأغطية الجيدة للتحوط من ارتفاعات التضخم وبالتالي ارتفعت مؤشرات الأسهم خلال الفترة الماضية ويبدو أن المتداولين أيضا تقبلوا حقيقة أن التضخم مرتفع وحتى مع أن التضخم باعتقاد الفدرالي أنه سيكون نوعا ما على مدى القصير لكن أيضا في آخر تصريحات لجيرون باول تم الإشارة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفع لفترة أطول مما كان يوفق سابقا لكن حتى مع ارتفاع التضخم الفدرالي الأمريكي من المتوقع أن يبقى على أسعار الفائدة متدنية للغاية حتى النصف الثاني من عام 2022 وحتى لو قلص برام الشراء الأصول فسيقوم بتقليصات طفيفة قد لا تتعدى 15 مليار دولار كل شهر بالتالي التحفيزات موجودة أسواق الأسهم قد تكون مغرية للمشتثمرين مع عوائد شركات بالفعل كما تفضلت كان العديد منها بإيجابية فاقة التوقعات وأيضا اليوم نحن ننتظر أمازون ننتظر أبل وأصبح المتداولون يأملون الآن المزيد من البيانات الإيجابية التي قد تدعم على المدى المتوسط والطويل صحيح الارتفاعات في أسواق الأسهم وقال ساركيس نيزار محلل الأسواق العالمية في إيكولتي جروب شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة